هل هناك من يربط هذا التراجع بتصورات معينة لدى التلاميذ حول ضيق الأفاق الخاصة بشعبة الرياضيات والفيزياء كذلك؟ شعبة الفيزياء لا أظن لأنه كما قلت بأنه شعبة الفيزياء تفتح أفاق كبيرة لدينا جي دي سي بيل، لدينا صناعة الطيارات، لدينا الإلكترونيك، لدينا مجموعة المواد والمجموعة الاختصاصات التي هي مطلوبة جدا وبالتالي لم يكن هذا الإشكال ولكن في مجال الرياضيات تنظن بأنه كان نقص في التواصل وفي التعريف بأفاق الرياضيات الرياضيات عندها أفاق كثيرة فيما يخص كل صناعات وبالتالي تحليل الاستاتيستيك مهم ومطلوب في سوق الشغل على مستوى كبير سنعرف بأنه كان حاليا تنظن هذه الثانوات الفائتة كان بري نوبيل اللي هو في الماتماتيك و بري نوبيل في الإيكونومي بأفاق الرياضيات بأنه جوج أساسي في العلوم الاقتصادية وفي كل المجالات الرياضيات حاضرة وحاضرة بقوة وبالتالي يجب التعريف بأنه تطبيقات الرياضيات وحنا عدنا دبا بجموعة دية تكوينات لتهتم بالرياضيات وتطبيقاتها وبالتالي هذه التطبيقات مطلوبة على صعيد صوق الشغل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر